ونذيع على حضراتكم عقب هذه النشرة جانبا من جولة رئيس الوزراء بالمتحف المصري الكبير هذا وقد التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء البطريارك الاثيوبي الأب ماتياس الأول والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارة البطريارك الأولى لمصر التي تستغرق ستة أيام وتأتي زيارة الوفد الاثيوبي تلبية لدعوة من البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية الذي أقام مراسم استقبال رسمية لبطريارك اثيوبيا اليوم بمقر الكاتدرائية ومن المقرر أن يلتقي البطريارك الاثيوبي ماتياس الأول بالرئيس عبدالفتاح السيسي كما يستقبله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف